اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من السمنة البلدي اللي هاعمل بيها الكسكوسي شفتوا بقى ازاي؟ يعني هنأكل فراخ ونحمة بطريقة غير مباشرة ونحصل على البروتين الحيواني اللي موجود في الكسكوسي بالسمنة البلدي نيجي النهاردة المنجا جاي الموسم بتاعها وبشايرها جميلة بصراحة شفتها مالية السوق وعند اخواننا بتوقع الخضار المنجا اشكال والوان فانخلونا نعملها ايس كريم نعملها سموزي نعملها مخلل ندخلها ببعض الاكلات نعملها مع الدجاج تعالوا شوفوا المنجا النهاردة هنعملها ايس كريم ازاي؟ واعلمك تعملي كل الفواكه ايس كريم وانت عادة في البيت زي ما عملنا قبل كده البطيخ وعملنا الكيوي وعملنا الموز معانا النهاردة فواكه مشكلة من خير ارضنا البارقوة بشكل حالو الموز التفاح الفواكه اللي موجودة عندك والاولاد مش عايزين يكلوها هتعيدها هيكلتها وتعمليها النهاردة طارت طارت ده بتعم الليمون والفواكه المشكلة اكيد هيكون طعمه مميز ولو شكله وطعم جديد مختلف مش عايز تقول حضراتكم في المقدمة لان انا عندي شغل كتير لامانة وبالذات النهاردة الحلقة فيها شغل جامد جدا من غير لفراخ ولا لحمة ولا سمك ولكن خلونا نعمل مع بعض النهاردة المطبخ بتاعنا بثقافة غذائية ويكون كمان قيمة الغذائية عالية جدا هستأذن حضراتكم ناخد بعدين ونطلح فاصل صغير وبعد الفاصل اوات رحوا بقية تابعوا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي مطبخك يبقى من غير لفراخ ولا لحمة ولا سمك ولكن عندك القيمة الغذائية بيرضي كل افراد الاسرة اللي حابب يأكل من الطبقة اللي احنا هنعمله دلوقتي من تشكيلة الخضار الجميلة الحلوة اللي بتفتح النفس بطاطس معنا جزر معنا كوسة معنا بتنجان قرى عسلي كوسكوسي دي ميادير الطبقة بتاعت اللي انا هعمله دلوقتي وشوية حب اللي هي الخبرة التهوية الميادير على الشاشة تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا كوسكوسي من ست طيبة بتبيعه في بعض الاماكن موجود معانا اول زي الفل او بتجيب الاكياس الجاهزة او انك تعمليه في البيت عميله في البيت سهلة جدا دي ايه وسمنا دي ايه وسمنا وتقدر انك تعمليه في ركيب على ايدك علشان كده سموه المبروم او المفتول دي المسميات بتاعته في بعض المحافظات وبعض الدول المبروم او المفتول في البلاد الشام اللي هو الكوسكوسي في منه جايز وفي منه طبعا اللي بتعمل جايز زي كده الست طيبة بتعمله وبيتبع جايز مع الجبنة القريش ومع البيت والحاجات البلد اللطيفة ومعانا تشكيلها من الخضار بتنجان كوسة بطاطس ارع عسل ده البطل في الموضوع معانا لومي معانا الزعفران الجميل معانا شوية زعتر شوية رزمالي بصلتين حلوين فصين توم حلوين معلقة في لفلة حلوة تعالوا نشوفوا نعمل طبع حلوة ازاي يفتح النفس ويفتح الشهية وشكله حلوة على الصفرة بتاعتنا حلوة الكلام طيب طاسة على النار شديدة الحرارة وبصلية حلوة كده عشان شخصية البصل تبان في قلب الطبع الكوسكوسي ناخد البصلية الحلوة دي بنحطها في الطاسة شيف التركية هنا بقى مش هحط لسمنا ولا اي حاجة خالص انا عايز ادي لشوية الخضار طعم حلوة البصلية كده بتتشوي تركز في الموضوع علشان الموضوع فيه خبرة طوية النهاردة البصلية هنا عم شيف بتتشوي اه انا عايز شوية مرأ لوم طعم مميز لما حط البصل من غير لسمنا ولا زيت ولا زبدة طعم المشول البصل حكاية في المرأة اه اه واسبهم على النار كده مع تقليبة من غير لسمنا ولا زيت ولا زبدة اه لما بقول المطبخ رؤية وفن وإبداع مش من فراغ خبرة السنين اه البصل اللونها بيتغير اه من غير اي لسمنا ولا زيت ولا زبدة شوية المرأة دول هيبقى لوم طعمي تاني خالص وإحنا مع بعضها بنقلب اه بس لازم تكون الطاصة شديدة الحرارة عشان البصل ما يتسلقش معايا عايز اخد طعم المشوي اه وانا شغال كده اه هغطي الحلة كمان من غير ما حط لزبدة ولا زبدة ولا زيت اه شفت بقى الخبرة طاوية اه زي الفل اخد شوية روز ماري حلوين كده معايا معايا زعطر حلو لطيف لازم نهتم بشوية المرأة وانا لازم اسلو كوارعة ولازم اجيب لحمة ضاني علشان اخد شربة للكوسكوسي ولازم اجيب لحمة كندوس خالص الطعم ببيد ايدك يا ست الكل اه من غير مكسبات طعم ولا اي حاجة خالص بصالي اخبارها ايه زي الفل نشير الغطا ده كده ونقلب شفت البصلة اه الله اه فكت من بعضها ازاي ودات من طعم المشوي وانا شغل بصل الاحمر بالزيت الله على الريحة الحلوة او ما اعمل لي بقى وانا شغل زمانة كده اخدت لون اخدت طعم وحط معلقة سمنة بلدي حلوة كده من ايدك الحلوة زي الفل اه ونقلب بحكاية بقى هنا اه الله اريح هو ده دي الخبرة ايه شفت ازاي هو ده ده البصل اللي هيتخالي للشربة شخصية اه حال وهم بيتحمروا كده في السمنة البلدي ننزل بالفليفر بتاعنا من الروزماري والزعتر اه شوف البصل هنا هيبقى طعم ايه شوف المرأة اللي هيبقى هنا من غير لفراخ ولا لحمة هيبقى طعم ايه وقولي لي بعد كده رأيك على السوشيال ميديا من خلال تواصلك معنا على صفحة اكلة امي والصفحة الرسمية للقناة الاولى وقولي لنا طعم الاكلة هيبقى عامل ايه وقولي رأيك بصراحة وبصراحة انا مبسوط من الكومنتات ومن التعليقات اللي بنشوفها من حضراتكم على الصفحة حاجة جميلة وانا بشكر حضراتكم تسلم ايدك يا شيف مصر تسلم ايدك يا شيف العالم تسلم ايدك يا جميل تسلم ايدك يا مغازي كل ده انا بيديني طاقة بيديني طاقة ايجابية علشان اقدم لكم دايما الجديد واشتغل معاكم بحب كلمة طيبة بتخلينا يعني نفوت في الزلط زي ما بيقولوا يعني ايه شفت البصل مع الزعتر مع الروزماري حلوة اول ننزل بالبطاطس بتاعتنا الجميلة نبدأ بقى نغزيها اخضار بطاطس هاي لفراخ عنوان الحلقة لفراخ ولا لحمة ولا سماء ايه واعملك مطبخ حكاية معايا بتنجان بتنجان ده هناخده كده سريعا ناخد كل بتنجاناية من دون اطحن الصين لازم شخصيته تبقى بينه اهو نسود ولبيض زي ما هو كده وعندنا كمال لبيض ده اهو في الكوسكوس دايما يبقى الخضار كبير بتقطع باحجام كبيرة بشكل طولي او مكعبات كبيرة اهو عشان شخصيته تبان مع اللحمة او مع الفراخ زي انت هتعمليه مع فراخ او لحمة ده البتنجان معانا كوسة حلو اي اخدار انت حبها كوسة اللطيفة دي كده حلو معانا جزر خيالي بقى قدامك طبق كوسكوسي في كل الالوان دي حب اي نوع خضار من الخضار ده هتكليه وفي نفس الوقت حاجة جديدة لاولادك كمان طريقتي التقديم هتشوفيها دلوقت ان شاء الله مختلفة ده الجزر شفت الشكل الحلو ده مخرجنا اه نقلب الخضار ده كده مع بعضه بسم الله الرحمن الرحيم انا هنا اسست واللي بياسس بيرتاع اللي بياسس ايه يا شباب بيرتاع بصلايا حمرتها من غير لا زيت ولا سامنة خدت لون نزلت معلقة سامنة بلدي حمرتها خدت الزعتر والروزماري والمرأ جاهز زي الفل اه عنوان الحلقة بتاعتي لا فرخ ولا لحمة ولا السمك الارع العسل الجميل الحالو اللي العالم بيحسدنا عليه في ارضنا الطيبة مصر للامانة والله وانا مسافر على طريق الفيوم وطريق المنوفية وطريق كل محافظات مصر بتلاقوا الارع العسل على الشمال وعليمين مش لايه اللي ياخدوا اهو الاجانب بيجوا ياخدوا ويصدروه برا ده الارع العسل بتاعنا تقدر تخزينيه تستخدميه تعمليه ايس كريم ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان احنا خلاص المينيو بتاعنا هنعمل ايس كريم الارع العسلي وحقوق الطبيع لدينا وبس زيه زي المنجا ايس كريم الارع العسلي دورت في كتب مش هتلاقيه دورت في كراريس مش هتلاقيه مستر جوجل مش هتلاقيه ايس كريم الارع العسلي هي جات للفكرة دلوقتي ما عرفش جات ازاي صراحة اهو ده الخضار بتاعنا ننزل عليه بالسائل المية اهو دي مش شربة دي مية عادية خالصة طعم هنا في قلب الطاصة يلا مع السلامة بس خلاص يسيب الخضار ده يستوي واحنا شغلين مع بعض بهارتك عناية اولها اللومي اللمون الجاف اه بتاع الكابسة او البرياني او الماندي حالو اه فصي توم نايل شفتوا المدرسة المغازية التوم ما اتحمرش هنا لان لو التوم اتحمر هيغير طعم الخضار مش هعرف الكوسة من الجزر من البطاطس من البتنجان من القرع فانحات التومة نية هيا دي اه في قلب الخضار حلوة اول تمام معلقة في لفلة حلوة حال ونقلب كل الخضار ده عم نشيف ونغطي الحلة تسيبها مع نفسها لغاية لما نشوف اخبار الكوسكوس بتاعنا اللي هنا هنعمل في ايه اه الله انا عارف الصورة دي بيحبها المقرج الجميل انا اهم حاجة عندي المرأة والشربة اللي انا عملتها في البداية خالص اللي هي ان انا شويت البصلة في الطاصة قبل منزل بالسمنة البلدي فعلت من الايه من طعم المرأ والشربة اه زي الفلنة نقف محطة هنا تقدر تعملي تاجن خضار بالشكل ده كده لو شوية لسانة عصفور في قلبيها تاجن خضار بلسانة العصفور تقدر تعملي تاجن خضار بس كده باللحمة تجيب لحمة مستوية تحطيها وفراخ مستوية وتاجن خضار باللحمة وهكذا دي محطة نغطي الحلة دي ولا نسيبها مخرجنا عايزها زي ما هي كده هنخليها زي ما هي مفيش اي مشكلة بس نخليها على النار شديدة نشوف الكوسكوس هنشتغل فيه ازاي طاسة على النار برضو هنا جنبها هايات زي الفل نعل النار كده ونحط في الطاسة دي عم الشيف في ليفر حالو عشان نعمل شوية كوسكوس حلوية زي الفل تمام وطي كده تمام طاسة بتاعتنا دي كمان نحط هنا شوية سامنة بلدي الكوسكوس ده كمان لازم نزبط له الطعم خلي بالك اهو عندي مرأ وعندي ايه سامنة بلدي اه باخد السامنة دي كده بحطها بسيحة وهي بتسيح بحط عليها شوية بوهارات من الحبهان من البابريكا عسمنا اه اه شبت الجو ده كده بعلف الطعم شوية فلفل سود حطينا الاول كده شوية فلفل سود حلوية عسمنا هنحط يا عم الشيف كمان شوية كمون عسمنا عندنا زبدة اه نحطها برضو كده مع السامنة البلدي الله خلينا نعمل شوية كوسكوس حكاية تقدر تأكلهم من غير خضار زي الفل وعندنا الكسرولة بتاعتنا شيل ده من هنا اللهم صلى على الناب ونجيب ده كده نحطها ونشوف هنعمل الكسكوس ازاي اللي عايز تعلم الكسكوس يعمله حلوة وحادي ناخد كده اللهم صلى على الناب اهو شفت الجو ده كده اهو زي الفل اخبار السامنة ايه اهو ده مهم جدا اللي انا بعمله ده مهم جدا اهو اللي في قلب التاصل وجيبنا الخلاصة اهو سامنة زبدة اهو علاها توابل وعلاها بهارات شوية الملح اهو حالوا الكلام اهو وندوبهم كده زي الفل اهو وكمان معلقة صغيرة تطرف المعلقة كده زعفرانة يلا شفت الجو ده كده اه ده على فني عم الشيف يلا بينا شف الحلوة هنا شف الشياكة هنا الله عليك مخرجنا مبدع 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 اهو الكسكوس اهو زي الفل اللي عم الشيف نقلب كده اهو اهو لغاية لما الكسكوس يشرب السمنة مع البهارات عند شربة على النار بتغلي الشربة اللي انا عامل بها لإيه الخضار اهو شوية كسكوس حكاية اهو خدوا الطعم بتاع السمنة بتاع الزبدة بتاع البهارات اللون الحل اهو اهو عندي شربة على النار باخد منها شوية واخد تعم الخضار اهو بينزل بها هنا كده الله كمان تشريبة اه الله اه ونقمر الكسرولة دي او البيريكس ده كده كمان ايه يلا بينا اه زي الفل والخضار عندنا جاهز بيستو على النار الكسكوسي هنا جاهز شفت الحلوة بتاعته اهو شرب شوية الخضار الحلوين شوية الشربة بتاعت الخضار ونقلب كده سبوني بقى ايه مع الطعم بتاع الكسكوسي ده كده التواب اللي انا عملتها وقلفتها بالسمنة البلدي والزبدة والخضار بيستو على النار عملت انا طاجن الكسكوسي بالخضار والقرع العسلي لا فراخ ولا لحمة ولا سمن ده انوان الحلقة بتاعتي ولكن مطبخي فيه كل العناصر الغذائية من البروتين للنشويات للكربادرات وكمان ايس كريم منجا او اتروح ابعيد تابعوني بعد الفصل ايه ريا كان عايزك تبص على الحلوة دي شوف الحلة فيها ايه شوف الجمال اللي في الحلة شوف الجمال اللي في الحلة او ده الله ايه ده يا شيف ايه ده والله لو سلقى دي كرومي ما تشم من راحة دي لو سلقى فاخدة ضاني والله ما تشم من راحة دي تعارفين السر البصلايا اللي انا شوتها في البداية قبل منزل بالسمنة البلدي عليها كنز في الحلة دي اه خضار ده حل زي الفر او ما اعمل ايه بقى من وقت للتاني اسرق شوية شربة السرقة هنا حلال او 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 لانها بتعمل نتيجة واحطوه مع الكسكوس كده او انا شغال كده او او تانية شوفت انت ده دي المدرسة تاني او او في سرقة حلال اه وهي تقصد ده هدف لا هدف اه بص بص او او اه 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 او 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 ايش رابهم كده او انا شغال اه حلوة او نكمل طبعا بننزل بالكسبرة الخضرة او الكرفس ده الطبيعي الخضار يحب الكرافسي يحب الكوسبرة الخضرة التقليبة الحلوة دي كده نغرف الخضار الجانبي للكوسكوسي وممكن نغرفه في الطاجين بس خلانا نغرفه بشكل جديد النهاردة شكل البتنجان مع الكوسة لطيف وجميل أهم حاجة طعم اللي موجود وزي ما قلت لحضراتكم السر في البصلية المشوية نعم عناية حاضر حاضر يا غالي عايز يشوف ايه اللي تحت الايه بالقالب ده بسم الله الرحمن الرحيم افتح يا سمس الله مصلى عن نافي شفت الكوسكوسي زي ما هو والله ما هاجي جنب هو كده كل الكسة بس هعمل ايه كده حاجة لطيفة هيت كوسة دي مع البتنجانة دي مع الجزراء دي تحب انت الحاجات دي قرن الفلفل ده كده طبق كده ايه حل ده طاجل شوية كوسكوسي بالخضار انوان الحلقة بتاعتي لغاية لما تخلص اقول لا فراخ ولا لحمة ولا سماك له بخر وله توفير انا بيعلمك ازاي ثقافة المطبخ تخش المطبخ بتاعك تعمله صفرة فيها افكار وفيها طعم جديد وشكل جديد ترجمة نانسي قنقر